السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معنا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن كيفية حل مشكلة البريد الالكتروني. يعني انا دلوقتي عندي البريد الالكتروني بتاعي على الموبايل بتاعي باجي اشغله بلاقيه ما بيشتغلش. طيب ايه الحل بتاع المشكلة ديات. البريد الالكتروني يا جماعة اللي هو دوت. تمام? طيب حل المشكلة ديت ايه? اول حاجة هصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تاني حاجة متنساش لايك الفيديو. تالت حاجة متنساش كومنت في التعليقات. هدخل على الضبط بالشكل دوت. جميل جدا. بعد كده هتجه للاسفل وهضغط على التطبيقات بالشكل دوت. الموضوع ساهل جدا يا جماعة وبسيط جدا بس اهم حاجة تركز في التلات اربع خطوات دولت علشان تعرف تستخدمها صح. بعد كده هتتجه على البريد الالكتروني بالشكل دوت. طبعا ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد كده هتتجه الاسفل وتضغط على مكان التخزين بالشكل دوت. بعد كده تضغط على مسح البيانات بالشكل دوت. وتأكد على كلمة مسح. ما تقلقش مش هيمسح لك البيانات اللي هي ان انت كده الايميل بتاعك اتدمر او بوز لا 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 ما تقلقش من النقطة ديت خالص. بس دوت ما يمنعش برضو ان انت تبقى حافظ الايميل او الجيميل بتاعك. تمام? بعد كده هتضغط على كلمة ايقاف اجباري بالشكل دوت. وتعمله توقف اجباري. بالشكل دوت. تمام? لحد كده جميل جدا جميل جدا. بعد كده هتخش على التطبيق نفسه. وتضغط عليه. هتلاقيه هيشتغل معاك بسهولة جدا اهو. اشتغل معاك بسهولة جدا. هتختار اي حاجة انت عايزها. تمام? هتلاقيها شغال معاك. تطبيق بمجرد ما هو مفتح الاول ما كانش بيفتح. تمام? بمجرد ما هو مفتح كده اشتغل معاك جميل جدا. بس. فالموضوع ساهل جدا وبسيط جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي حاجة اكتب لي في التعليقات وانا هبقى تحت امركم بازن الله.